موسيقى وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الخبيرة الاقتصادية دكتور هاني أبو الفتوح دكتور هاني بداية نرحبك وهل لك بداية أن تحدثنا باختصار عن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة الحقيقة أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصرها هي علاقات جيدة وعلاقات وثيقة ففي العام الماضي شهد العام الماضي عدة اللقاءات بين الكبار المسؤولين المصريين ونظرائهم البحرينيين فقد عقدت عدة اجتماعات بين وزيرة التجارة ووزيرة البيئة ورئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار مع ممثلي مجتمع الاعمال البحريني وكان لجمهورية مصر العربية تمثيل رسمي في عدة فاعليات أقيمت في مملكة البحرين مثل معرض الخريفة الدولية والملتقى الاقليمي للاقتصاد الأخضر وغيرها من الفاعليات فإذا تحدثنا عن قوة العلاقات المصرية البحرينية فإنها تترجم في عدد كبير من المعهدات والمواثيق بين البلدين على سبيل المثال هناك 12 معهدات واتفاقية وأربع بروتوكولات ونحو 31 مذكرة تفاهم بين البلدين و21 برنامج تنفيذي بين البلدين أما إذا تحدثنا عن التبادل التجاري بين البلدين فهو حديث الأرقام وحديث الأرقام يلا بد من الاستعانة بهذه الأرقام لتوضيح مدى قوة هذه العلاقة فالتبادل التجاري بين مصر وبحرين في العام الماضي بلغ نحو 917 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 128% عن العام الأسبق كذلك الصادرات والواردات بين البلدين تأخذ منحنة تصاعد فكانت الصادرات المصرية إلى البحرين بلغت نحو 450 مليون دولار بزيادة نحو 238% وكانت هذه الصادرات تشمل عدد من البضائع المصرية منها الحديد والصلب والبلاستيك والخضر والفاكهة طيب دكتور برأيك باختصار هل لا كانت تطلعنا عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشمل المركز السادس عشر دكتور هل تسمعني بين الدول المستثمرة في مصر بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات و280 مليون دولار وتمثل هذه النسبة من الاستثمارات جزءا كبير من إجمال الاستثمارات في جمهورية مصر العربية نعم دكتور في سياق ما ذكرته برأيك وباختصار ما هو مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين أنا أرى أن مستقبل العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين علاقات مزدهرة وكما دللت بالأرقام القفزات الكبيرة في الصادرات وفي الواردات وفي التبادل التجاري ينبئ بأن هذه العلاقات ستزدهر في المستقبل وخصوصا مع تعدد وتكرار اللقاءات بين الجانبين على المستوى المستثمرين ومستوى الرسمي بين المسؤولين نعم إذن من القاهرة الخبيرة الاقتصادية دكتور هاني أبو الفتوح شكرا جزيلا لك دكتور شكرا جزيلا لك